السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله اليوم سنحضروا دجاج محمر بالضغميرة اللي يجي يا سلام تأكلوا عليه صبعات يديكم خليكم معايا حتى الاخر الفيديو تشوف كيفاش غنحضروا هدجاج لماشي مشوفين ونبدو على بركة الله كيف كتشفوا معايا ناخدت واحد زلافة درش فيها معلقة صغيرة ديال الملحك يبقى اختياري عدنا نسمع القصغيرة ديال البزار كذلك نسمع القصغيرة ديال سكين جبير وديال الخرقهم البلدي معلقة صغيرة ديال السمن ضروري السمن كيجيب تجاج بنين وعدنا جوج دروس ديال تومة غادي نحكوهم وهنا كيف كتشوفوا معايا عندي واحد حامضة مصيرة غادي ناخد غير اللوب ديالها نحيي الدك العظيمات وغا نكتافي باللب فقط والقشور ما غاديش نديرهم موسيقى موسيقى حيث نكون قصغيرة ديال الهريصة وسنضيف كان لديهم من موسيقى الهريصة حيث نظيف موسيقى لاحظه سوف نخلط ديك الشرمولة ما غديش ندير الزيت نهائيا باش الدجاج تدخل ليه ديك الشرمولة سوفي غنخلط الكل مزيان وغان بدان ناخد دك الدجاج انا شديتها الدجاجة قسمتها من نص بشو تخليوها يعني صينة بشو تقطعوها سوفي شرملتها في ديك الشرمولة وغانخليها المدة ديال ساعة عادة غدي نطيبها ومن الاحسن تبقى ليلا كاملة انا ما بيتهاش خليسها غير ساعة خليسها ساعة ترتاحة عادة بديت غاد نطيبها وهنا كيف مما كتشوفوا معايا عندي الكبد والقانصة والقالب والعنق قطعتو كيبقى الكميات ديالو اللي بغيتو انا هنا استعملت ديال 5 ديال الدجاجات غزت ليهم الماء وغادي نحطوهم حتي تسلقوه من بعد عادة غنقطعهم ومن بعد مدجاجر ساعة غادي نزيد ليها واحد بصلاة كون صغيرة ما كبيرة شبزة وغادي نخليه تشحر شوية فوق البوطة من بعد غادي نبلله اهنا كيفشته معايا ندفت ليه الماء الكافي وغادي نخليه حتي طيب وغادي نخليه حتي طيب مره مره نقلبه مره مره نقلبه كيف كتشفوا معي هنا يا الدجاج ديال يراه وجد غادي نحيده من ديك لاسوس ونسيت ما قلتش ليكم بالليرا اني من اللي حطة الدجاجي طيب زدت 1-4 كاس ديال زيت العود تقطع لي هات صورة ما صورتهاش صافي وخليت حتي طابدك الدجاج كيفشته حيتو اهنا كيفشته معايا غادي نزيد الديك لاسوس صغير لعنوقها ومع القلب والقنصة وغادي نحط نزورها في قلبه حتى صغلي ما غاديش نضيفنيها ايا الكبدة غنخليها حتى الاخير عادة غادي نزيدها بيشتعل الكليا ديك لاسوس وغاديش نضيفنيها وهنا كيفشته معايا هو دجاج ديالي رهطة بغا نخليه على جنب تسندخلوا الفران وهنايا عصر ديال حامضة زيت عصر ديال حامضة لديك لاسوس ومن بعد هنايا كيفشته معايا راني زيتت الكبدة وتعلكت لي الاسوس كيفما بغيت نبقى معاها كحتة تصفيلي الزيت وهنايا من بعد مطفت على الغميرة ديالي كيفشته معايا مطفت على الكات وطابت وصفات ديالي الزيت انا خليش واحد شوية اهنا قربتوا باش تشوفو كاتجيب نينا كانت منى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وهذا هو الطبق ديالي يوم اللي قدمت لكم دجاج بالضغميرة كانت منينا الاعجاب ديالكم ما تنسونيش من جيم واشتركوا في القناة لكتو اول مرة كتشوفوها فعلوا الجرس كذلك باش يبقى يوصلكم الجديد وما تنسوش تخليوا لي تعالقكم والى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة